الأطفال الصينيون يلعبون عادة مع أبائهم هذا الواقع قد يتغير الآن إذ يمكن أن يكون لهم إخوة وأخوات بشرط أن يكون أحد الزوجين ابناً وحيداً لوالديه سياسة الطفل الواحد تطبق في الصين منذ عام 1979 والوالدان الذين لا يتقيدان بذلك كانوا يعقبان ولا يحصلان على مخصصات الطفل أو مكان في رياض الأطفال هذه الخطوة كانت من نتائج مؤتمر القيادة الصينية الذي استغرق أربعة أيام المؤتمر أقر أيضاً إلغاء نظام إعادة تأهيل المعارضين في معسكرات العمل المثيرة للانتقاد عالمياً والتي تأوي عشرات الآلاف من الصينيين أما الآن فهناك حديث عن تعزيز سياسة حقوق الإنسان حتى الآن كانت السلطات تسجن المتهمين عدة سنوات في معسكرات للعمل ودون محاكمة هذا ولم تعلن الحكومة الصينية بعد عن موعد محدد لتنفيذ القرارات الجديدة